لكن أحبائي هذا العيد كان عيد خاص المسيح أكل الفصح مع التلاميذ في العلية أحبائي كان في عدة أمور أول شيء أعلمهم عن التواضع وعن العظمة الحقيقية غسل أرجل التلاميذ ثم أحبائي في العلية تكلم عن أن وعدهم بتلات وعود يعني في بيت أبي منازل كثيرة وعدهم في منزل يعني لما نكون معاه في الأبدية وعد بسلام وسلاما أترك لكم سلام أعطيكم والوعد الثالث هو بمجيء الروح القدس وقال في يحنى 14 و15 و16 عن مجيء الروح قال خير لكم أن أنطلق حتى إيش ييجي موعد الآب اللي هو مجيء الروح القدس وفي العلية تنبأ عن خيانة يهودة اللي دخلوا الشيطان وراح سلم يسوع المسيح وفي نفس الوقت تنبأ أن بطرس رح ينكر يسوع المسيح هذا الفصح بيتميز أحبائي أنه فصح اليهود كان لليهود فقط لكن الرب يسوع تكلم عن فريدة تاني فريدة العشاء الرباني هذه الفريدة لكل من يؤمن يهود وأمم الفصح كان مرة واحدة في السنة لكن الفريدة اللي تكلم عنها يسوع المسيح يعني بقول كلما اجتمعتم لأنكم كلما أكلتم من هذه الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجي فإذا كان مش بس للشعب اليهودي أو مرة واحدة في السنة ولا أنه بذكرهم في تحريرهم من أرض العبودية من مصر إحنا أحبائي هذا الفصح بذكرنا من التحرير الكامل من الخطيئة من عبودية إلى الخطيئة في العلية أحبائي كما تنبأ أرمياء في صحاح 31 عن العهد الجديد ثم قال يسوع في إنجيل متى إصحاح 26 والآية 26 هذا هو العهد الجديد بدمه اتختم بدم الرب يسوع المسيح ونحن دخلنا في هذا العهد الجديد من خلال رأس العهد وهو الرب يسوع المسيح له كل المجد طبعا في العلية أحبائي بيتناولوا خروف الفصح هاي الوجبة الرئيسية بيأكلوا يعني بحطوا أعشاب مرة بتذكرهم بمرارة العبودية كانوا بحطوا كوباية كأس فيها ماء مالح بتذكرهم بالدموع التي ذرفت خلال فترة العبودية وعبورهم البحر الأحمر وكانوا طبعا بيتناولوا نوع من الحلوة اللي فيها عيدان من القرفة وطبعا مكسرات اللي هي البندو مع رمان وطمر وطين وكانوا بيعجنوها كلها في بعض بتذكرهم فأيام العبودية لما كانوا بيدوسوا على الطين حتى يبنوا اللبن اللي هو البريكس يعني زي حجارة اللي كانت تستخدم للبناء والزوفة طبعا اللي بذكرهم في الدم حماية الرب لهذا الشعب فكل هذه طبعا بتذكرهم في هذا العهد ولكن أهم الشيء في العهد هو الخروف الفصح فالكتاب يقول المسيح فصحنا شيء آخر كانوا بيتناولوا أربع كؤوس نبيذ طبعا نبيذ مختمر لكن مكسور بالماء بذكرهم بوعود الرب الأربعة في سفر الخروج إصحاح ستة والآية ستة وسبعة خلاصة هذه أنه راح يكون هم راح يكون شعبه وهو راح يكون إلهم فإذن المسيح جاء ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد والمسيح فعلا جمع الكل اليهود والأمم وصرنا جسد واحد في يسوع المسيح وابتدأ العهد الجديد والكأس الأخير طبعا اللي بيتناولوه يسموه كأس التهليل بسبحه من مزامير من 114 أو 113 إلى 118 وبعدين بسبحه وبرنمه من المزامير وخرجوا من العلية اللي هي في جبل صهيون نزولا إلى وادي قدرون وبيمشوا بمحاذاة أو في منطقة أو بلد اسمها سلوان في وادي قدرون وبيصلوا لعند جناح الهيكل العظيم بيكملوا المسير في الوادي في الوادي وبيطلعوا لسفح الجبل في هناك بستان يسمى بستان جاتسيماني موسيقى موسيقى